لزموا المساجد فاستقاموا سيرة وتعودوا الإخبات للرحمن الإمام جابر بن زيد الأزدي رحمه الله تعالى اللي بقوة يوبو كتك مرضي موتي اللي جيوة نرفكياك الحسن البصري رحمه الله تعالى نا الإمام جابر بن زيد يكمونيز الحسن البصري يقوم بون حفاظه وحديثه ونمتومي صلى الله عليه وسلم أمبا نابلك ونميشا يقوم با مؤمن أنت قوة نقوفة كعبرا من الأماعي الأمبا نقدوم الحسن البصري أكمنفيا كوا حقيقة المؤمن أنت ففارك انتوى خير أنت ففارك هو نإنسى بارده کتك كم دي يأكي وكوا نا الإمام جابر بن زيد أكمنف الحسن البصري يكمنفيا كوا حقيقة المؤمنين أنت ففارك تجزيز حسن البصري ترجمة نانسي قنقر أو أعمالين بايو حقويفانية قاتي كأميش الدنيا ناكاوانة من ديا الإمام جابر بن زيدي الحسن البسري يقوم بواه وميشي كأدينه لا إله إلا الله ومن عظيميش ي stattينه لا إله إلا الله ومن هدوم الأنه kannينه لا إله إلا الله بس ديب إليه قاتي كأميش متشوله يسلم لا إله إلا الله ناك dudes ناقوم بتبيع من هذه الحسن البسري أكسيما والله إن هذا لفقه عالم حقيقة هو نفقه نموناتشوني تنى مكambuzi sana ففاضة روحه إلى الله تعالى نروحيكي كوندوكي جندكو الله سبحانه جلجلاله أكيواني راضيا مرضيا أكيواني منيكورذيا ناكيواني منيكورذيوا ناوالي ويما وليوكوا katika زمزاكي شهدوا له ذلك فا قتادة الدوسي ميungoni wa maulama وكبو وليكوepo katika زمزili na wachamungu alisogelea kaburi la alimam Jabri bin Zaydi hakasema leo hii amezikwa wanachuloni wa ummahu نا الان sayiduna ana subnu maliki ambaye ni sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama alipukuja akarikamata kaburi la Jabri bin Zaydi ni hakasema leo amezikwa a'lamun nasi mnyuzikuliko wote katika watu katika dunia wa shahadatu الخalqi wa alsinatu الخalqi shahadatu الحقي na ndi mizawaja ndiyo shahada ya haki kama alimusema wanamtume sallallahu alayhi wa sallam lilibopita janaza masahaba wakamsema vibaye yule mtu wakasema thabat ime mthibitikia na ilibopita janaza wakamsema vizuri yule mtu wakasema ime mthibitikia tuishi vizuri tuishi kwa wema ili tumalize maisha yetu katika wema na Allah mtukufu wa tuandikia wema katika maisha dunia na kesho akhira kutoka salalah abu muslim al-ghafawi kailika mawaihda nila youtube yatesabakun ila dhura l-ihsani yatesabakun ila dhura l-ihsani